مخاوف كبيرة باتت تجسدها العملية الإسرائيلية العسكرية على شمال قطاع غزة وخاصة بعد ورود التقارير عن أعداد الضحايا الكبيرة وحجم الدمار الذي تسبب به القصف الإسرائيلي وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلت عن مصادر طبية ارتفاع عدد ضحايا قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة الأحد إلى أربعين قتيلا بينهم أطفال ونساء بالإضافة إلى ثمانين جريحا وفي وقت سابق قالت مصادر محلية في غزة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مربعا سكنيا يضم خمسة منازل على الأقل قرب الدوار الغربي في بيت لاهيا وقالت خدمة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة في غزة في وقت سابق إن أحد عشر امرأة وطفلين كانوا من بين القتلى في الغارات التي شنت في وقت متأخر من السبت على كثير من المنازل والمباني في بلدة بيت لاهيا كما تحدثت وكالة وفاء عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين بجروح مختلفة ظهر الأحد في قصف إسرائيلي طال مدرسة للأنر وتؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وفي جنوب قطع غزة قالت مصادر محلية إن مدفعية وطيران الجيش الإسرائيلي قصف عدة مواقع في مدينة رفح فيما أطلقت آلية الجيش الإسرائيلي النارة تجاه المنازل السكنية في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع ما أسفر عن عدة إصابات